تستمر إسرائيل في احتجاز أموالنا وتكون بخصومات غير مبررة وغير قانونية هدفها فقط سياسي لعازل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية نحن نرفض هذه الخصومات وهذه الإجراءات وأنا أعلم أننا بحاجة إلى كل قرش لكم إخواني الموظفين ولأهلنا في قطع غزة أقول لكم باسم مجلس وزراء نحن جميعا أمام امتحان وحدة الموقف وأود أن أحييكم على موقفكم المشرف في مواجهة إجراءات إسرائيل بالخصومات تجاه أهلنا سواء كان تلك المتعلقة بالأسرة أو تلك المتعلقة بأهلنا في قطع غزة وسوف نستمر في بذل كل الممكن لتحصيل حقوقنا جميعا بما فيها أموالنا